بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد أمين حاليني أبي هو أبونا طلب مني أتكلم على حاجة خص الإدمان فأنا كده في عشر دقايق هفوت على نقط مهمة قوي في خص الإدمان أولا تعريف كلمة واحد مدمن لأنه أحيان كتير قوي من أبو بقاش إحنا داريانين يعني لأنه واخدين ثقافتنا من الأفلام والتمثيلات اللي دايما المدمن اللي هو الشخص اللي أبوه مش عارف سايبه طول النهار في الشارع وحاجات كده لو عرفنا معنى كلمة مدمن هنلاقي أن إحنا عندنا كلنا بدون استثناء يعني نسبة أو أخرى من الإدمان كلمة مدمن يعني واحد في مادة معينة أو شيء ما هو بقى موجود في حياته ما يقدرش يستغنى عنها ويوم لما المادة دي تختفي تظهر أعراض طبعا تنطبق على من أول حياتنا الروحية يعني فيه نس عندها إدمان خطيئة إن فيه خطيئة معينة ما يقدرش يبطلها مرونة بقى بكل حاجة لأكل الشرب فنجال القهوة كوباية النسكة فيها الحاجات دي كلها أول ما ماخدهاش يعني اختفت تظهر أعراض صدع مقاريف مش عارف هتعامل مع الناس فده هو كلمة إدمان النقطة التانية اللي حابب أتكلم فيها هو إزاي بنعالج الإدمان لأنه برضو حابب أقول إنه الإدمان فيه ناس فاكرة أنه هو يخش حتة بيقولوا عليها كده المإدمانين ما بيحبوش اللفظ ده ولا الناس اللي بتخدم خدمة الإدمان يحبوا اللفظ ده ما صح الحياة ما فيش كلمة ما صحة خارس هو علاج الإدمان حكتين جزء الأولاني حاجة اسمها ديتوكس اللي هو بنشيل المادة اللي هي السمية اللي في جسمه وده بيخده أربع خمسة أيام بيدولوا كده حاجات مهدئة من خلالها يبقاه هادي ونايم لغاية لما الجسم يتخلص من المادة اللي بياخدها وينتهي ويبقى الدم بتاعه نظيف وده زي ما بيقول كده ما بيخدش أكتر من أربعة أيام خمسة أيام وده أسهل جزء اللي احنا فاكرينه ده هو ده العلاج جزء التاني بقى اللي هو حتى أبونا حابب أن أنا أكلمكم عليه باستفادة واللي هنوريكو حاجة كده بخصوصه اللي هو اسمه التأهيل يعني إيه التأهيل؟ إنه إعادة تكوين الشخصية بتاعة الشخص المدمن بحيث هو عنده مشاكل في شخصيته مشاكل نفسية مشاكل اجتماعية فنخليه شخص جديد يقدر يتعامل مع المشكلات يقدر يتعامل مع الضعفات اللي حواليه يقدر يتخطاها بحيث إن هو أحيان كتير قوي هو بيبقى شخصية ما يعرفش يتعامل مع العقبات فما تقابله مشكلة عمره ما عارف إن هو يتعامل معها فحلها إيه؟ المشكلة ما تبقاش قدامه إزاي تبقى المشكلة مش موجودة قدامه وهي موجودة بإنه ياخد حاجة تخلي المشكلة دي مش موجودة قدامه عشان كده فيه كتير قوي من المدمنين دخلوا في الإدمان نتيجة مشكلات في حياتهم وعش كده بقول إنه مش دايماً اللي دخل في الإدمان بقى ود بايز وأبوه مش عارف إيه وكامد لا ده فيه ناس بتبقى في بيوت حلوة خالص لكن طريقة التربية ما خلتهش إيه؟ يقدر يتعامل مع المشكلة دايماً مثلاً معتمد على ماما دايماً معتمد على بابا دايماً في حد بيلجأ له لما يبقى فيه عنده مشكلة طيب المشكلة دي موجودة وبابا وماما مش موجودين يعني ربنا يدي طولة العمر للبابا وماما أي واحد يعني مش هيعيشه على طول هو عمره ما تعود إن هو يتعامل مع المشكلة وخلاص الاتنين دول مش موجودين تتحل إزاي المشكلة؟ أنا ما تعودش أحل المشكلة فلازم تبقى المشكلة مش موجودة تبقى إزاي مش موجودة وأنا مش عارف أحلها أخد حاجة وبالتالي فيه أسر محترمة كتير ويبقى عائلات جميلة ولها علاقة بس هو طريق تربيته لابنه أو بنته خلته يبقى طلع شخص عنده مشكلة فيه سلوكياته ونفسياته هي ده العلاج اللي فيه التأهيل وده اللي بياخد وقت ببرامج وحاجاته فيه أكتر حاجة اسمها برنامج اللي اتنشر خطوة والإن إيه ده بيخلي بيتعامل معه الشخص كنفسية وبيتعامل معه كالإحباطات اللي جواه ويبتدي في الاتنشر خطوة يبتدي إن هو يتغير بحيث لما بيخلص البرنامج ده وتويتلع برا بيبقى خلاص اتعود وتعلم إن هو يتعامل مع المشكلات اللي ممكن تقابله في الحياة يعني أقولكم مثلا أول حاجة يعلموها له وده روحية لأن البرنامج ده أصلا برنامج روحي إزاي يقدر يقول لأي حاجة لأ كتير مننا خدناها في حاجات روحية تقدر تقول لأ زي مثلا ما يوسف قال لامرأة فوتيفار لأ هو بيتعلم إزاي يقول لأ بيتعامل إزاي يتعامل مع المشكلة إزاي يتعلم إن هو ضعيف قدام المخدرات طول حياته فلما يلاقي حتة هيروح فيها أول حاجة يتعلمها إنه يسأل المكان ده فيه كذا المكان ده فيه الشخص الفلاني اللي كان بيقعد معايا المكان ده فيه الظروف الفلانية فيبتدي يهرب منها اللي هو نفس فكرة الهروب من الخطيئة أنا حاسس بلعف عاجزي قدام الخطيئة قدام الشتان لأن بداية السقوط إيه كبرياء بنسمي ده التأهيل والمكان اللي بيتم فيه القصة دي التأهيل الجزء الثالث اللي هكلم فيه برضو كده دقايق بسيطة حيث إن يعني معظم اللي موجودين دي خدمتهم وأكيداً عارف إنه بنقابل حاجات كتير أكتر حاجة ممكن تدايق لما الشخص يبقى في وسط اجتماع أو في وسط كوميونيتي معينة ويبقى موجود كتير مدمنين وهو مش أخد باله يعني فيه أحيان خادم يطلع بشوية شباب مثلاً سنوية ولا جامعة ويطلع في حيطة مصيف ولا حاجة هو مش أخد باله خالص إن العيل بتختفي وتاخد حاجة عشان كده خلينا نقول كده برضو في دقيقتين تلاتة إيه الخصال أو السمات اللي بتميز الشخص المدمن عشان لو أنا نزلت في بيت بخدم فيه قرية مكان على طول في حاجات كده تنور قداني فاتعرفني إنه الشخص دوت كان مدمن لما لاقي مثلاً الأهل بيشتكوا كان شاطر كان ممتاز وبعدين إيه؟ دلوقتي لأ عمال يسقط مش عايز يخش الامتحان أول حاجة تنور قداني بقى منطوي بعد ما كان اجتماعي مش عاوز يكلم حد طول النهار قافل ودي كتير بنقابلها في الافتخاط إنه يطلع حد كده من الأهل يقولك بقاله فترة قافل على نفسه ما بيكلمش حد وفاتح النت وقعد عليها برضو حاجة تانية تنور قداني نمرة ثلاثة إنه الأصدقاء اتغيروا يبقى طول عمره صحابه كانوا مثلاً في الكنيسة في حتة وناس حلوين فجأة اتغيروا وبدون سبب مش مثلاً هو دخل جامعة ولا غير حاجة مرحلة في الدراسة لا هو مرة واحدة كده شطب كل الأصدقاء قبل كده وابتدى في أصدقاء كتير فدي برضو تخليها عندي تنور إنه ده في حاجة ابتدت تبقى غالط ابتدى يبقى فيه سنة ملامح العينين دايماً محمرة شنة كده مش عارف إيه مناخيره تبقى فيه الملامح بتاعته متغيرة كمان تلاقي إنه الشخص ودي أكيد أنا عارف هنقابلها كتير خصوصاً مش بقى في إزاي أولادنا بيبقوا في الصيف ونتيجة الفراغ لا ده بيبقى على طول هو كده قالب ليله نهاره ونهاره ليل يعني طول الليل سهران وغالبية الوقت بيقضيه على النت لأنهما بيبقوا شطرين أول في النت ويعودوا يقروا التركيبات والحاجات دي فبيبقى قاعد عمال على النت يبقى يدي بعدها كمان إنه فيه تظهر بعض الضعف والوهن عند الشخص دوت مش قادر يقوم دايماً كسلان دايماً نشتكي من صداع دايماً نشتكي من المغس لكن بالإضافة لكل دوت لازم نبقى عارفين كمان ودي مهمة بقى إنه فيه بعض اللغات أو اللي هما بيقولوها مع بعض والحياة بيستغلوا إن الخادم معرفته قليلة ويعودوا يكلموا بعد لازم الخادم يقرأ في إيه معاني الكلمات دي يعني أديكم مثال إدمان الكحوليات عمره ما يقول إن أنا باخد كحوليات يقول إيه حد عارف؟ بيشرب مية فلواحد مثلاً دخلنا ويقولك كنت فين كن بيشرب مية فتبقوا إيه أنا بيشرب مية؟ لكن هو دي تعني إن هو إيه؟ كحوليات لما يقول مثلاً بياخد كنت مثلاً في حتة وغاب شوية من معايا كنت في مؤتمر ولا في مصيب ورجع قال أنا أخدت واحد كوشري دي تعني على طول إن هو واخد باللغة بتاعة اللي بيعالجه كوكتيل يعني ما هو طبق الكوشري ده بيبقى كذا صنف فكوشري بالنسبة لهم إن هو إيه؟ واخد كوكتيلات زي مثلاً ياخد رامدول مع إيبتريل مع فالكوكتيلات دي لأن هما زي ما أقول لكم هما طول النهار قاعدين على النت فبيذكروا ليه بيذكروا؟ لأن كل حاجة من اللي بياخدوها بيوصل عند جرعة بنسميها الجرعة المميتة ليسا لدوز الجرعة المميتة دي لو تخطاها بيموت طبعاً السزج منهم اللي نسمع كده مات في جرعة ايه؟ كبيرة أو عالية دول قليلين لكن للغالبية بقى بيبقى عارف مش هخط الجرعة دي طب هي ما بقتش تأثر فيه بتدي خش في الكوكتيلات عشان كده طول النهار أجمل حاجة فيهم إن هما بيكتشفوا حاجات في الأدوية اللي صنعوها نفسهم ما يعرفوهاش يعني هما بيكتشفوا دايماً كل ما ينزل دواء علشان استخدام حاجة كويسة هما نتيجة إن هما بيدخلوا ويدوروا على التركيبات ويعرفوا الحاجات دي بتعمل إيه؟ وإيه السايد الفيكس بتاعتها؟ فيبتدي يستخدمها في الإيه؟ في الإدمان والحاجات دي أشكي أقول لكم دايماً قاعدين على النات خصال كتيرة ليهم حابب بس في الآخر بعد إذن أبونا نحن هوريكم مثال لبيوت التأهيل لأنه هو أحيان كتير قوي برضو هرجع أقول الصورة اللي مخينة للمدمن داخل ما صحة بيتضرب وبيتعذب وبيتقفل عليه الأماكن التأهيل نوعين يا مكان مغلق يا مكان مفتوح مكان مغلق اللي هو هيخش مش هيطلق غير لما يخف ودي بتبقى متعبة شوي الأماكن المفتوحة زي اللي هنوريكم حاجة منها اللي هي ايه؟ بيروح بعد أول ما يخلص الخطوة الأولى يبيت يوم في بيته الأهل يروحوله بعد ما يخلص خطوة أربعة بيقضي الأسبوع كله في البيت بس في بيته يعني ويرجع يدخل المكان يوم يبيت فيه وقت ما يقول أنا عاوز أروح اتفضل ده اسمه مكان مفتوح جوه ألعاب جوه أي حاجة هو عاوزي يعملها أذكر مرة لما كانت الدورة الأفريقية اللي إحنا كانت موجودة قريب في مصر فكان عاوزين يتفرجوا على ماتش بس مش عاجبهم إن هم يتفرجوا على إيه؟ عليه في التليزيون جوه البيت طب محتاجين بينبسطوا لما بنبقى كافية خادهم المعالجين ورحوا قاعدوا بهم على كافية عشرة الجو دوت بيبسطهم هو ده المكان إيه؟ البيت المفتوح فبيبقى كأنه في إيه؟ قرية سياحية هنوريكم نموذج يعني يعني عاوز أقول وكل الشكر اللي أبونا داود لأنه هو بتعديده ومساعدته إحنا عملنا كنا بتدينا ببيت كان صغير ولما لقينا إنه هو اتملأ بتدينا نعمل واحد جديد بقى هتبقى ساعته كبيرة يعني يبتدى يشتغل من قريب اللي عاوز أسألك عشان أغلبهم خدام أبا برام مهمومين طبعا بولادنا الشباب ولا آآ الإدمان أكتر في الولاد ولا في البنات هم الليتين زي بعض بس إحنا مشكلتنا كشرقيين ومصريين بالتحديد يعني اللي بيوصل يعلن ويجي للخدمة عندنا وفي كل حتة بيبقى الولاد لأنه البنات بنعتبارها عيب وما بنقولش وبنخب عليه وكمان بتبقى مشاكلهم لأن البنت المدمنة غالباً المدمن بيبقى معها شوية إدمان جنس فهيبقى في حمل وهيبقى في بيبي فبتبقى الموضوع معقد قوي فلا يعلن وبالتالي كنسب ظاهرة أمامنا الولاد أكتر لكن هي الحقيقة لا هم الليتين زي بعض خاصة إحنا اللي عاوز يعرف اللي بيفوت جنب أي كافية دلوقتي اللي عاديين زي بعض دي بتشرب شيشة وده بيشرب شيشة ما بيتش تفرق يعني يمكن أقول ساعات بلاحظ لأنه بحكم يعني الواحد في الخدمة دي دايماً عيني ومنخيني تطلقوا فيها أبويا طب سؤال تاني معلش في ظاهرة أنه في ناس مش بتقدر تحب أو تحترم المدمن لأنه شايفينه حاجة وحشة تقول لنا إيه كخدام في الحتة دي بزي أكتر حاجة دايق المدمن وإحنا بنتعامل معاه هم علموني كده من أول يوم يعني كان أحد الأطباء الدكاترة الكبار يعني الأفاضة العلمني الجملة دي المدمن لو رميته بزلطة صغيرة هيشيل أكبر توبة ويرميها في وشك يعني إيه؟ يعني أختيت هو حاسس نفسه وبرا عن صفيحة مليانة حاجات مش كويسة فلو أنا جيت قلت له ما هو عارف إن هو وحش هو كمان يعاني من جملة من أو عدد كبير من هم بيسموها كده الانتهاكات انتهاكات روحية انتهاكات جسدية نفسية فلما أنا باجي أزود القصة دي عليه بتبقى مؤلمة قوي بالنسبة له عشان كده المدخل الحقيقي لخدمة المدمن تحبه مش تمثل أنك تحبه عندهم ترمومتر حساس جدا جدا اللي قدامه ده بيمثل إنه بيحبه ولا بيحبه يعني مرة كنت مع حد من اللي بيتعامله بقى لهم كتير وكت قاعد معاه فقالي بص لما هيخش فلان دلوقتي هاخده بالحضن وبتاعه والولد ده أنا يعني ليه علاقة بيه حلوة بعد ما خلصنا وبعدها بعد الكلمة أقالي على فكرة كان فيك قوي ده كان بيمثل وعاوز يزبط لك إنه بيحبني مهرة في إنهما يحسوا الشخص بيحبه ولا طبعا أحبه يعني يعني زي ما المسيح عمل كده مع المرأة السامرية وزي ما عمل مع اللي زبطت في ذات الفعل ده كان حب حقيقي ما كانش تمثيل إنه بيحبه طب ابونا إحنا عندنا مبدأ الوقاية خير من العلاقة إحنا كخدام مش هنقدر قوي إنه ندخل في حتة نزع السم دي حتة طبية وبعدين التأهيل يا جوز في خدام مكرسين معاك لكن إحنا دورنا في مواجهة الجمهور واضح إن دي ظاهرة بتزيد طب إحنا نقدر ننقذ المناطق اللي بنخدم فيها من أول الصعيد البحري إزاي نعمل إيه؟ حاجتين بنبتدي مع الصغير لأنه أحياناً الصغير دوت خصوصاً اللي وإحنا بنخدم في عشوائيات هو شايف أبوه أخوك كبير بياخته يعني فيه كتير من اللي ابتدوا إدمان هو أبوه كان بيقول له هاتلي انزل هاتلي الحاجة الفلانية من المكان الفلاني فلازم أبتدي معهم ونشكر ربنا ويمكن فرصة فيه حلوة دلوقتي فيه أنا لسه كنت الظهرية في المعرض الكتب الإبطية فيه ابتدت بعض الجهات بتطلع كتب للتوعية عن مدار التدخين والمخدرات بواجعة من أول سن ابتدائي لغاية فوقه خالص فيه حاجات حلوة قوي يعني أنا شفت حاجات بتاعت ابتدائي منازلة بقالها سنتين ثلاثة التصوير إنه بيلون زي الكتب اللي بنقعد يلونها دي بتاعت الأطفال يعني أديكم سهل مثلا مصور واحد مشنوق مثلا والحبل بتاع المشنقة سجارة هو بقى يقعد يلونها فأنا بأزرع فيه من هو صغير بقى لسه سبع سنين ولا ست سنين اللي دي أخرة هواها كذا الكتب دي كده يبقى تدي بتوعية الهلالة الصغيرة وفي نفس الوقت هشتغل على الكبير الكبير دوت بيبقى محتاج بقى توعية مش راح أقوله أختي يعني زي ما بيجوا وعملوا عيلبة السجاير في مصر محطوط عليها جمجمة واحد مسلول كده والتدخين دار بالصحة عمركو شفت واحد لما قرى دي رامعي لبيت السجاير يبقى أنا محتاج لأول التوعية تبقى بطريقة مقنعة لو فتحنا النت وأنا ممكن أبقى أوفر في الخدمة في فيديوهات حتى لا تتعندى 30 ثانية على المدار وفي حاجات كثيرة قوي لما هيشوفها في أفلام يقولوا كده منظره كان إيه قبل وبعد حاجات كتير قوي للتوعية بس لازم اشتغل على الكبير وعلى الصغير وكل الأعمار أبويا أنت يا قدسك ليه تشدت للخدمة دي وبقت تقريبا حلمك يعني الكبير هو أنا لما دخلت الخدمة هو أبونا اللي دخاني الخدمة بس لما دخلتها حبيتها قوي لأنه هو أنا حسيت في الخدمة دي إحنا أولاً واخدين يعني عادنا فكرنا كده وعملنا الشعار بتاعنا في آية في يهوزة رسالة يهوزة تقول جاء مختطفون من النار فخدناها شعار لينا الحقيقة فعلاً كل ما بنخلي واحد يبطل أولاً أنا بشوف فيه واحد بالظبط زي اللي حصل مع السامري إنها بقت كارزة ويبقى الواحد مستعجب بقى هو ده اللي كان بيعمل وبيسوي بياخد فالواحد بيبقى مبهور لدرجة فيه منهم بيخدمه أنا ببقى يعني شايف إن هو ممكن أحسن مني وده اللي كان من فترة يعني في عداد الهالكين فلاقيت فيها حتة إنك إنت بتجيب واحد كان الشيطان مأيده ومصيره راح نحية الجحيم لكن إحساسي بقى بعد كده إن اتشديت فالحياة لما دخلت في الخدمة وهي عاوزة واحد يحب الناس دي أبويا طيب ليه بيقولوا دايما نسبة الانتكاس عالية يعني كتير قوي دخلوا التأهيل ده ونشكر الله أبونا محقق في رأي أعلى نسب نجاح بنعمة ربنا في مصر إنما ليه عموما مش كل اللي بيدخل الديتوكس وبعدين التأهيل بتخلص القصة؟ أنا تعملت قبل ما يعني أبونا يساعدة إن إحنا نبقى عندنا حاجة للكنيسة تقريبا عاوز أقول 97 أو 98% من البيوت بتاعة الإدمان في مصر هدف هامات دي بحت بل يمكن فيه منهم بيبقى عاوز يطول الفترة عشان هو عمال يعد هي القصة عندنا ويمكن فيه بيتين تلاتة كده وبرضو بيختموا خدمة حلوة قوي اللي هو أنا مش ببص بالعكس ده إحنا بندعم معظم اللي بيدخلوا إحنا بنصرف عليهم إحنا يعني ما بيلاقيش إنه هو داخل هو حتى بيبقى بيحس أنا مش داخل عشان أنا ما أصدر فلوس ليك لكن الأماكن التانية صدقوني فيه أماكن كتير سمعت منهم من الشباب لما دخل وطلع المخدرات كانت جوه فهو هدفه إنه يقل عنده كتير وبالتالي بتبقى النتائج أو الفيلير ريت عندهم عالي لأنه مش هدفه إنه يخفه ده بالعكس ما عوز يقعد أطول هو وقت ويطلع ونرجع تاني لأن كل ده عبارة عن مصدر فلوس لكن المكان اللي بيبقى فعلاً هدفه إنه هو يخفف ويدعمه واللي معهوش هنتفعله واللي معهوش نساعده بأي طريقة كمان إدخال الحتة الروحية جنب الحتة العلاجية مهم أول يعني دايماً أقول إحنا كخدام نفرق عن الشؤون الاجتماعية إنه إحنا بنقدم المسيح بقدم المسيح من أول في التعامل كمان إنه يبقى فيه داس فيه خدام بتروح تعمل درس كتاب فيه خدام بتقدم حاجات واللي بيجابوا لهم واللي بيشوي واللي بيلعبهم فبيحس إنه في حاجة مختلفة الناس دي عوزاني أو حبيتني فعلاً فهو بيبتدي يستجيب واللي بيبقى بيفشل هو ونسب الفشل لازم تبقى هتبقى موجودة بيبقى بيفشل نتيجة بقى الحتة زي ما كان أبونا بيناور لنا جزء عليها إنه لما طلع لقى الظروف اللي هو الأب أو الأم اللي بيضغطوا عليه عشان يفضل ماشي في سكة الإدمان هي هي ومعملناش حاجة معاها وبيبقى تأثير مننا أو من الخدام إنه إحنا ما عرفناش نعمل حاجة مع دفا يرجع يفضل يضغط عليه يضغط عليه لغاية لما يقع تاني باللغة بتاعتهم بيسموه ضرب يعني ايه ضرب يعني أخد مرة تاني لكن وجود ربنا ومعظم اللي دخله عندنا هو من أول كام يوم بيقول أنا لقيت هنا حاجة ما لقيتهاش في حتة التانية وهم نفسهم برغم أن في منهم كانوا داخلين يعني علشان بس من كتر زن خدام لكن بعد كده كملوا وفي حتى ناس منهم حابة تشتغل بقى بيسموه مساعد مشرف يعني عاوز يكمل في المكان عشان يساعد ناس ويمكن في الفيلم إحنا جابين واحد بقى له فترة طويلة هو بيعتبر دي بقى أرسالة زي ما أنا خفيت زي ما دقت المسيح أنا عاوز غيري يدق المسيح ويخف ويمشي في السكة دي نفسها أبويا تكلفة تأهيل شاب في الشهر بتبقى كم تأيوة؟ هي طبعا أنا لو هتكلم عندنا في البيت لأنه إحنا التكلفة إحنا بنأكلهم يعني هو قاعد كأنه سدوني قاعد في مكان كأنه عامل زي القرية السحية لا بتبقى التكلفة عالية قوي يعني ممكن تعدي التمانية والتسعة والعشرة إحنا الأماكن التانية المحترمة اللي هي مش هدفها العلاج اللي هو يخشها المدعم اللي هو يعني اللي تبع كاهن أو تبع أسخد بيدفع تسعة في الشهر أو عشرة في الشهر إحنا بنخليه بيدفع في حدود الأربعة وإحنا بنكمل الباقي من الخدمة يعني بس اللي أنا معلوماتي إن كتير ما بيقدروش يدفعه أربعة تلاف الشهر بنعمل إيه ساعتها في حال في حالهم؟ إحنا يعني بنحاول ندور على الخدام يساعدوا في ناس بتبعت حاجات فيها يعني بتبقى من حاجات ناس جميلة برضو حست بإحتياجات الناس دي فبتبعت لهم برضو مساعدات يعني مفيش جهة تقدر لوحدها تصرف على الإدمان يعني أنا 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 ساعت أحياناً ودي للأسف أقولها اعترافي يعني أنا ما بيجي لي من حيثة بعيدة أو أحياناً يعني أبونا يبقى في مؤتمر في منطقة بعيدة مثلاً في أسوان في لقصر في إينا مش عارف إيه فيعرفوا الخدمة فيتصلوا بي أنا ما بقدرش أخد كل الناس دي معينه هو فعلاً أنا بتبقى بترن في ودني الحصات كثير ولكن الفعلة خليلون بس برضو فيه يقول كده العين بصيرة يعني مش قادر لأنه هو التكلفة عالية ومفيش أي جهة تقدر تغطي التكلفة بتاعت الناس دي طيب حللني نساعدك إزاي يعني إحنا حلمنا يعني مع أبونا بنعمة ربنا يبقى في كل محافظة في سنتر للتأهيل تبع الأنباب راب تفضل أبو يتفضل هو أبونا داود يعني عاوز أقول وانا بتكلم منه قدامه مش مرائع هو ربنا قلبه وكله قوي في الفترة اللي فاتت هو يعني بنعمة ربنا نحن دلوقتي في بيتين هنا لكن في أربع بيوت بيتجهزوا خلاص يعني أبوت في محافظات السعيد في بيتين لسه بيكلمني عليهم برضو قريب أبونا قلبه وكله قوي في الخدمة دي هو حسب الإحصائيات يا جماعة بيوت التأهيل اللي تخدم المدمنين في مصر عشرة في المية من الاحتياج متخيلين يعني في تسعين في المية نقص في البيوت اللي تممكن حتى لو البيوت تبع الوزارة الصحة أو تبع أي جمعيات خيرية في نقص وعجز عالي جدا بالنسبة للعدد المطلوب يتعالج أو كده طب في اقتراح أبونا نشارك إزاي لأنه في ناس مش داريانة قوي بالخدمة دي وقيمتها وأهميتها أقول لكم مثلا جيف دماغي أبونا كان مدير مستشفى وعارف إن مثلا العناية المركزة العشر تلاب دي بتدفع في اليوم الواحد ما كانش أكتر أنا بعتبر ابننا اللي دخل في المرحلة دي ده عناية مركزة فهي إذا كانت عشر تلاب بتدفع في يوم واحد عشان تنقذ جسد إنسان أنت بتنقذ أبديته هو المبلغ يبان كبير ليه لأنه خلي بالكم ما فيش أي مكسب للكنيسة في القصة دي بالعافية بنغطي لأنه أكل شارب نايم ده كاترة بتعدي موظفين عمال أخصاء اجتماعي يعني دي مصاريف حقيقية ويعني مش بنستخسر طبعا عشان يطلع الموضوع كويس فأنا كنت بقترح معبورة قبل ما يستضيفه يعني أنه هل لو عملنا زي اشتراكات يعني بحيث أنت تقدر تدفع خمسمية أو ألف كاشتراك شهري أنت كده بتنقذ إنسان بحيث تبقى تبقى اسم الخدمة إيه ابونا تاني؟ القديس أغسطينوس سموها القديس أغسطينوس كشفيع للخدمة دي وبحيث أنه أبونا اللي هيخد الحاجات دي كلها لأنه أبونا شهريا من اتضاعه ومش بيقولي حتى لكن بيبقى مساقة لأنه عنده تلاتين اربعين شاب أهليهم اللي دفع ألف واللي دفع خمسمية وخلاص ومش قادر يكمل لأن البيوت كمان بتبقى جابة أخيرها فبيبقى طب هنعمل ينسيبه يطلع للشطان تاني فطبيعي لازم نشيل الشيلة من الأول للآخر يعني ده الواقع اللي بنقابله يعني مهما قلنا المفروض يدفع كذا وكذا وكذا أعماليا إحنا بنفاجأ أنه كنيسة طبعا بتشيل الجزء الأكبر فنتمنى لو ربنا فتح المجال ده يبقى أبونا له ولاده اللي قاعدين يعني معنا كل ثلاث حد من ولادك يبقى يبقى موجود كذا